كيف تتعامل مع الغضب؟ يقول الكتاب اغضبه ولا تخطئه ولا تعطو إبليس مكاناً طبعاً الشيء الجميل في هذا الموضوع أنا موجود في كنيسة يحنى يحنى اللي كتب رسائله من هذه المنطقة وإنجيل يحنى اللي هو بيتكلم عن المحبة وأطلق عليه رسول المحبة كان دائماً بكرر العبارة محبة الله محبة هذا الرسول لما كان في فلسطين حاول يدخله إلى قرية من السامريين ورفضوا يعطوا الفيزا للرب يسوع المسيح فقال يحنى يا رب أتريد أن ننزل نار من السماء فتحرق هؤلاء السامريين يعني بتوكل هؤلاء الكفرة قال يسوع ليحنى وقف هذا ليس روح المسيح ليس تصرف أو سلوك المسيح هذا ليس روح المسيح المسيح جاء لا ليهلك أنفس الناس قال لستما تعلمان من أي روح أنتما فطبعاً الغضب ممكن يصل إلى حالة أنه روح الغضب اللي بيمسك وبيتفشى في كل زوايا ونواحي الإنسان والغضب مثل ما سمعنا هون اغضبه ولا تخطئه فالغضب هو حالة طبيعية تعبير عاطفة بسبب حدث أمر معين وهذا طبعاً ليست خطية فمنقرأ عن الله مثلاً في العهد القديم غضب عدة مرات وإلى درجة كان فيه دينونة على الشعوب القديمة وكان فيه السبي على شعب إسرائيل في روميا الإصحاح الأول يقول لأن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم